تقديرا لدوره الريادي في دعم منظمات المجتمع المدني منحت مؤسسة روح الشباب للتنمية البشرية والمجتمعية السفير أحمد علي عبدالله صالح درع المؤسسة وشهادة تقدير خدمات جليلة قدمها السفير على الدوام لكل الجهات ومن بينها منظمات المجتمع المدني سواء خلال عمله في الحرس الجمهوري أو من خلال عمله في مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية السفير ظل يولي منظمات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية اهتماما ورعاية خاصة من خلال تقديم التسهيلات المختلفة للمشاريع التي تنفذها تلك المنظمات وتذليل كافة الصعوبات التي تحد من نشاطها مؤسسة روح الشباب للتنمية البشرية أشهدت بالجهود التي قدمها السفير في سبيل دعم أنشطتها وخصوصا البرامج التي تستهدف شريحة الشباب والمشاريع المدرة للدخل والتي ساهمت في الدفع بعجلة التنمية إننا كمنظمات المجتمع مدني شبابية ووطنية نتشرف برعاية هذه الأنشطة الوطنية ومنها تكريم أحد رموز هذا الوطن والعمل الوطني وليس العمل الحزبي أو السياسي بالمعنى الضيق وهذا دعب منظماتنا ومؤسستنا على وجه الخصوص التي تسعى إلى تكريس القيم الوطنية والإنمائية السفير أحمد علي عبدالله صالح عبر عن اعتزازه بهذا التكريم مؤكدا أن مؤسسة صالح لن تألو جهدا في تقديم الدعم والمناصرة لكل منظمة الداعمة للشباب في اليمن